السلام عليكم ومرحبا بكم جميعا خبر صار جدا لعشاق الملاكمة وعشاق الرياضات القتالية بشكل عام أخيرا تم الإعلان عن أقوى نزال ملاكمة وزن ثقيل في القرن الواحد والعشرون بين العملاقين البريطانيين أنتني جوشوا وتايسون فيوري إذن فقد وافق اليوم كل من فارق جوشوا ووايلدر على إجراء النزال بينهما مطلع سنة 2021 إن شاء الله الخبر كان مفرحا جدا لجميع أوسات الملاكمة والرياضة بشكل عام حول العالم هذا النزال يعتبر تاريخيا وأسطوريا ونزال ناذرا ما يقع في الوزن الثقيل لرياضة الملاكمة هو نزال توحيد الألقاب فمنذ سنوات طويلة لم نشهد نزالا لتوحيد ألقاب الوزن الثقيل فبعد أن كنا ننتظر نزال جوشوا ووايلدر واعتبرناه نزالا تاريخيا إلا أن بعد مواجهة فيوري ووايلدر الأخيرة لاحظنا أن فيوري يفوق مستوى وايلدر بمراحل لذلك فالآن الدور على فيوري من أجل إثبات قوته وتوحيد ألقاب الوزن الثقيل عندما يواجه جوشوا حامل باقي الأحزمة فآنتني جوشوا يحمل جميع أحزمة الوزن الثقيل ما عدا حزام الو بي سي أو حزام المجلس العالمي للملاكمة الذي خطفه فيوري من وايلدر نزال سيذكره التاريخ طويلا والملاكم الفائز في هذا النزال سيعتبر أسطورة وسيمتلك عظمة الوزن الثقيل للملاكمة لسنوات طويلة جدا نحن الآن نعيش التاريخ مع ثلاث ملاكمين وزن ثقيل صنعوا تاريخه في القرن الواحد والعشرون الآن نعيش مع ملاكمين فقط لأنه بعد مشاهدتنا لتحديات وايلدر وفريقه لفريق الجشوة واتهامه بالتهرب جاء فيوري من بعيد وأنهى وايلدر هزيمة وايلدر لم تكن سهلة على نفسيته وقد جعلته يغيب حتى على مواقع التواصل الاجتماعي إلا أنه قد عاد مؤخرا لكن كلنا ثقة في وايلدر من أجل أن يعود من جديد ويعتمد على تقنياته أكثر من القوة سيستفيد من أخطائه السابقة التي فعلها أمام فيوري الآن جوشوة فيوري جوشوة تقنيا ملاكم ممتاز جدا ملاكم استطاع أن ينحف ولا يعتمد على عضلته بشكل أكبر وإنما اعتمد على تقنياته في نزاله الأخير ضد أندرويس فقد خسر أمامه النزال الأول واستطاع أن يفوز بالنزال الثاني بعد الاعتماد على تقنياته لن أحدثكم عن فيوري كلكم تعرفون من هو تايسون فيوري الملاكم الأقوى تقنيا في الوزن الثقيل حاليا جوشوة يتطور ويتدرب في الفترة الأخيرة خاصة يتدرب بقوة ويستعد لنزاله القادم ضد فيوري طبعة الحال هذا النزال هام جدا وكما قلت هو أهم نزال ملاكمة وزن الثقيل في القرن الواحد والعشرون والفائز في هذا النزال سيذكره التاريخ كثيرا لذلك فكل من فيوري وجوشوة سيبذلان كل ما في جهدهما لهذا النزال وبهذا أعدكم بأن هذا النزال لن يكرره التاريخ وسيكون نزالا أسطوريا وعظيما ننتظر بفارق الصبر بريطانيا تعيش التاريخ من خلال ملاكمين ذهبيين أعلم أن الكثير منكم من عشاق جوشوة والكثير منكم من عشاق فيوري لذلك أريد أن أرى تعالق جميلة جدا تذكرون فيها أبرز نقاط قوة وضعف كلا الملاكمين إذن أذكر بأن نزال جوشوة وفيوري مطلع سنة 2021 مواقع التواصل الاجتماعي حاليا مشتعلة بسبب هذا النزال النزال سيخطف جميع أنظار العالم لا تنسوا الاشتراك بالقناة ووضع إعجابكم بالفيديو كذلك تفعيل زر الجرس ليصلكم كل جديد كان معكم أمين إلى اللقاء